السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة سنناقش في المشكلة الحاصلة حاليا بين مؤسس منصة بايننس سيزي ومؤسس منصة FDXام وهل هذا المشكل سيؤثر بشكل مباشر على أسعار العملات الرقمية البديلة بشكل سلبي بدأنا نرى نزول في أسعار البيتكوين ووصل اليوم للـ 20.500 دولار بعدما تجاوز أسعار الـ 21.000 دولار العملات الرقمية البديلة هي الأخرى رأينا فيها سلبية كذلك سنتحدث على بعض الأمور المهمة التي تخص الاستثمار وتخص وقت الشراء لأن صناع السوق أولا يتلاعبون على نفسية المستشمرين هذا هو الأساس يعني الآن نرى العملات الرقمية البديلة صعدت هناك الكثير من الناس مأنت هناك الكثير من الناس شرت هناك الكثير من الناس دعمت وعززت خلال هذه الفترة سنتحدث على هذا الأمر كذلك خلال هذه الحلقة ولكن سنتجه لأول مشكلة حاصلة حاليا هو ما غرّد به البارحة مؤسس منصة بايننس منصة بايننس حصلت على 2.1 مليار دولار كخروج من الاستثمار في منصة FTX لأن بايننس من مستشمري منصة FTX وخارجت من هذا الاستثمار وحصلت على 2.1 مليار دولار ما بين عملة FTT ودولار فغرّد البارحة مؤسس المنصة وقال على أنه سيقوم بالتخلص من العملة الخاصة بمنصة FTX بشكل تدريجي وسيبيعون كل هذه الكمية في الصوق لسبب واحد للتسريبات التي ظهرت على موقع الكون ديسك فسام لديه منصة FTX ولديه الصندوق الاستثماري خاص بالدفاي خاص بدعم المشاريع وإنشاء المشاريع خاصة بعملات الرقمية هذا الصندوق الاستثماري مدعوم بأصول تقريبا 14.6 مليار دولار ولكن هذه الأصول تقريبا أكثر من 50% هي من عملة FTT وعملات يتم إنشاؤها من طرف هذا الصندوق الاستثماري المشكلة أين هو المشكلة؟ المشكلة هو أن الصندوق الاستثماري مدعوم من أصول عملة يتم طبعها من منصة FTX يعني ليس مدعوم بأصول حقيقية مثلا مدعوم بأصول مثلا دولار أو وضعين ضمانات في بنوك مثلا بقيمة 14 مليار دولار وهذه المشكلة كانت يذكرنا بمشكلة لونة التي لم تكن وضعت ضمانات حقيقية بالدولار بل كانت وضعت ضمانات عن طريق عملتهم لونة فمؤسس منصة بايننس بحثة وفريق بايننس بحثوا في هذا الأمر لأنهم لديهم كميات كبيرة من عملة FTX فوجدوا أن هذا الصندوق الاستثماري هم يقومون بإنشاء مشاريع ثم يقومون ببيئها وعندهم عملات قاموا بإنشائها ووضعينها في هذه الأصول يعني 14 مليار دولار هي من عملة يتم إنشاؤها أصلا من المنصة يعني ليس لديهم مثلا أتريوم مثلا 14 مليار دولار مثلا بيتكوين أو أتريوم مجرد عملات قاموا بإنشائها ومشاريع قاموا بدأمها فهذا المشكل خلق ضجة كبيرة وقرر مؤسس منصة بايننس أن يقوم ببيع هذه الكمية المتواجدة عندهم وسيقومون ببيعها على مراحل فهذا القرار لن يكون قرار اتخذه مثلا في ضرف ساعة أو ليلة وضحاها بل بحثوا كثيراً ووجدوا على أن الخيار الأفضل هو أن يقوموا ببيع الـ FTT العملة التي يمتلكها مؤسس منصة بايننس فهناك صراحة حرب بين بايننس والـ FTX ومن الممكن أن يكون إذا تطورت الأمور أكثر لسلبية ممكن أن يتم حذف عملة الـ FTT من على منصة بايننس وهذه ستكون ضربة أخرى لعملة الـ FTT لأننا نعلم أكبر منصة بها السيولة هي الـ فبالنسبة لي حالياً أنا لا أفكر في الاستشمار في عملة الـ FTT وحالياً صراحة ليس لدي حساب في الـ FTX ولم يسبق لي أن اشتغلتوا بها يعني منصة يعني تقفيني مثلاً بايننس وباقي المنصات الأخرى مثل كيكوين أو كي إكس بايبيت هذه المنصات التي ممكن أن أشري فيها بعض العملات فالمنصة الرئيسية بالنسبة لي هي بايننس فالمشكل هو مشكل كبير ليس مشكل بسيط السؤال الثاني هل هذا سيؤثر على الصوق بشكل سلبي لو لاحظنا أن سيزي قام بالحديث على هذا المشكل عندما ارتفعت العملات الرقمية البديلة عندما رفعوها وعندما رفعوا البيتكون لـ 21 ألف دولار يعني هذا الخبر السلبي بحجة تصريف عليك هذا الصعود الذي لاحظناه خلال هذه الأيام القليلة الماضية الكثير من الناس طمأنت واشتارت اشتارت العملات الرقمية البديلة كل شخص الذي لديه قناعة كل شخص هو حر في استشماره بالنسبة للأشخاص الذين يقولون مثلا افالانش لانتن خفيد او افتي اكس سترتفع او سولانا ستذهب الى المائتان دولار كل شخص وقناعاته مثلا انا بالنسبة لي لازلت على نفس القناعة ونفس القرار هو ان اشتري افالانش تحت العشرة دولار اذا رأيتها انت بالنسبة لك مناسبة حاليا في 20 دولار او 30 دولار فاشتريها هذا لا المشكل بالنسبة لنا فقط نتحدد بما نراه وبما عشناه وهذا قلنا حتى لم نقوله عندما كان سيروى 20 دولار فالحركة التي تقع هناك من يظن ان سوق العملات الرقمية البديلة سهل مثلا ستشاري عملة سترتفع غدا او مثلا اذا كنت لم تشاري اي عملة سيخفض عليك السوق وسترى السلبية وانت لم تشاري اي عملة لا بالعكس عندما ستكون لا تمتلك اي عملة رقمية سيصعدون بالسوق وسترى الايجابية في السوق وستبدأ تقول ضيعت على نفسي الفرصة السوق سيهرب عليه لا مشكل سوف اشتري من الفوق ولو ينخفض علي السوق سأترك هذا للمدى الباعي وعندما ينخفض عليك السوق تنسى تلك الافكار التي طمئنت بها نفسك وهذا اكبر خطأ هذا الكلام سمعته عندما كانت العملة في 147 دولار وانخفضت الى 80 دولار قلت لهم انا انتظر افلانش تحت 10 دولار فالكثير ضحك ارتفعت الى 120 دولار الكثير تبع الافلانش في 120 دولار هناك من امن بالافكار وفكر مثلي منطقيا لم يتبعها بتاتا العملة انخفضت هنا الى 50 دولار نفس السيناريو تكرر يعني في المصار التنازلي ليس هناك نزول متواصل ضروري في النزول هناك تصحيح كذلك في الصعود هناك تصحيح يعني اذا كنت متشبتا بفكرة معينة ووضعت هدف في عملة معينة فخليك فاذا انا لا اقول لك الان انتظرها تحت 10 دولار يبقى لك الاختيار انت انا لن استفيد اي شيء سواء اشتريتها في سعر مرتفع او اشتريتها في سعر مرخفض تبقى لك كامل الحرية اشتريها في اي سعر اردت انت فقط انا ابدي وجهات نظاري وهذه الوجهة التي اعطيناها بخصوص العملات الرقمية البديلة ما نراه وما نعيشه حاليا العملة نفس لم ابدأ بالحادث عليها وانها ستنخفض من هذه الاسعار بل عدل الفيديوهات ستجدني اتحدث عليها في 150 دولار هذا الكلام لا اجيب هذا الاخ بشكل مباشر بل نحاول ان نجيب كل الاخوة على هذه التساؤلات التي تطرح كثيرا فعندما تكون انت حاليا لا تملك اي عملة رقمية مجرد دولار يرتفع السوق يجب ان تحافظ على نفس الفكرة التي لديك وتعلم ان سوق العملات الرقمية ليس سهل كما تظن انك مثلا عندما ستشاري سيرفعون السوق بشكل مباشر لا سيزرعون فيك البؤسة واليأس وسيبقون يخفضون عليك تلك العملة التي اشتريتها انت حتى تمل وحتى تقول لن تعود حتى للسعر الذي اشتريت فيه فتعود عندما تبيعها ويمر وقت العملة تعود للسعر الذي اشتريت فيه انت وتضاعفه في ثلاثة او اربعة او عشر فالعملات طابعها هكذا ليست مستقرة ممكن اليوم صعود سبعين بالمئة يوما نزول ثلاثة مئة بالمئة العملات الرقمية البديلة هكذا طابعها هكذا العملات بصفة عامة طابعها هكذا هذا الكلام الذي نتحدث عليه في النزول كذلك نطبقه حتى في الصعود مثلا انا عملة رأيت ان قيمتها السوقية صغيرة مثلا سعرها واحد دولار قيمتها السوقية مثلا عشر مليون دولار او عشرين مليون دولار بحثت في المشروع وجدته انه فعلا مشروع يستحق الاستثمار هدفي في المشروع مثلا ان ابيعه في مئة دولار فيجب عليك ان تحافظ على نفس الهدف مثلا العملة كمثال افلانج كان سعرها واحد دولار شوف رفعوها الى حدود تقريبا 13 دولار وخفضوها تقريبا الى 7 دولار اذا كنت لا تؤمن بالمشروع وتخاف ستبيع في 7 دولار شوف من 7 دولار وصلت هنا الى 60 دولار شوف اي حد خفضوها خفضوها الى 9 دولار يعني اذا لم تكن مؤمنا بالمشروع وهذا الاستثمار ستبيع في 9 دولار ستقول العملة خلاص العملة مشروع فاشل كيف العملة وصلت لستين دولار والان في تسعة دولار ستبيع العملة شوف من 10 دولار وصلت ل 147 دولار يعني حركات العملات الرقمية غير متوقعة ولكن ممكن أن تعرف توقعها بشكل عام على حسب دورة السوق السوق دائما يعيش دورة ندخل في مصار تساعد كل العملات موجة صعودية كل العملات تسعد كذلك ندخل في موجة نزول كل العملات البديلة تنخفض بشكل كامل هذه الدورة السعرية لا يؤثر عليها خبر سواء إيجابي أو سلبي مثلا سبب النزول ليس بشكل رئيسي هو خبر الحاصل المشكلة حاصل بين FTX و Binance بل النزول هو احترام الدورة السعرية ولازم ندخل ضروري أن ندخل في الأكيميليشن ضروري من الأكيميليشن شوف حتى هنا عندما كنا هناك عندما صعد البيتشكون تقريبا سنة 2011 لألف طولار بقينا تقريبا حوالي سنتين ركود سلبية لما أتل هالفين سنة 2016 سعدنا تقريبا كان سعر البيتشكون أنا ذاك أتذكر ما بين مئة وخمسين مئتين دولار سعد إلى العشرين ألف دولار ولما صحح صحح إلى ثلاث ألف ومئتين دولار هنا وصل للأربعة عشر ألف دولار والكل ظن أن سنبدأ في الموجة الإيجابية البيتشكون مئة ألف مئتين ألف عدنا مرة أخرى إلى الثلاث ألف وتمانمائة ولكن هنا ماذا حصل كان لدينا هالفين سنة 2020 الصعود البيتشكون وصل إلى التسعة وستين ألف دولار الآن في سنة 2022 2023 على الأبواب لم يتبقى الكثير الوقت يمر بسرعة لم يتبقى إلا القليل على الهالفنا القادم خصا نحن في هذا العصر الأيام تجري بسرعة وكأن اليوم مثل الساعة والساعة مثل الدقيقة والدقيقة مثل التانية فبشكل عام بشكل عام اتجاه الصوق بشكل عام في اتجاه تصاعدي ولكن يجب أن نستغل ونشري بأقل الأسعار لما دائما نتحدث على هذه الأمور لأننا نعلم أن هناك الكثير من الإخوة لديهم رؤوس أموال صغيرة برأس مال صغير يمكن أن تشري كميات جيدة أما عندما يكون لديك رأس مال صغير لن تشري ولا شيء عندما تكون الأسعار مرتفعة وكذلك حتى عند الإخوة لديهم رؤوس أموال كبيرة فبالنسبة حتى للحركات التي نراها حاليا العملات التي تسعد لا تحافظ على القمة التي وصلت إليها تسعد ثم تنخفض السولانا كانت وصلت البارحة تقريبا إلى 38 دولار واليوم خفضت إلى 31 دولار سبب الارتفاع هو الشراكة مع جوجل جوجل ليس أول مرة ستقوم بعمل شراكة مع عملة رقمية جوجل لديها ممكن أكثر شركة لديها شركات كثيرة مع عملات رقمية البديلة لدينا مثال لينك لدينا الطيطة لدينا السولانا لدينا عملات عديدة عملت شراكة مع جوجل فبالنسبة لي الأمر الذي يجعلني ويعطيني أن السوق ممكن سينخفض أكثر بكثير العملات الرقمية البديلة خلال هذه الفترة يقومون بالإفراج على التوكن لديهم بيع وهذا عادي لا يجب عليك أن ترى السوق من جانب واحد تدرس كل الجوانب ثم تأخذ قرار نهائي وفي الأخير عندما نتحدث على كل هذه الأمور أنت من يبقى لك الإختيار بالنسبة للأفالانش الشريها حتى في 200 دولار أنت حر ليس هناك شخص قال لك لا تشري أو لا تبيع الآن فنحاول أن نتقاسم معكم أفكارنا وشوف أنت السعر المناسب لك الشريها في أي سعر تريد بالنسبة لي السعر المناسب لأنا شخصيا هو تحت العشر دولار أنا ذاك سأفكر في شرائها بالنسبة لكل شخص والأماكن التي يريد الشراء فيها فبالنسبة لأخبار الإيجابية والسلبية دائما تطبخ في الكواليس على حسب هم ماذا يريدون هل يريدون التصريف عليك؟ أو يريدون أن يزيدوا لك مؤشر الطمع بالنسبة لك؟ فرأيت أن مؤشر الطمع زاد بشكل كبير خلال هذه الأيام القليلة الماضية عندما ترى أن الكل يتحدث على الإيجابية ويتحدث على الصعود ويتحدث على موجة تانية وعودة البيتكون للسبعين ألف دولار وتجاوز المائة ألف دولار خلال هذه الفترة وما نعيشه حاليا في العالم هناك الكثير من العوامل التانوية بالنسبة لي وهناك العامل الأساسي الذي أحترمه هو الدورة السعرية التي تعيشها كل أسواق بدون استثناء فمجال العملات الرقمية ليس سهلا كما يظن البعض وليس كل الناس تربح منه وضروري سيقومون بإعطاك إيجابية لكي أنت تطمع فكيف يمكنهم أن يجلبوا المستشمرين ويخلون الناس تعزز وتزيد من استثمارها لما يظهر لك الإيجابي فالوقت الذي يجب عليك الاستثمار فيه هو وقت ستبدأ الناس تتحدث العملات الرقمية على أنها سكام سيبدأون بتحديرك وستجد الصحف تكتب ستبدأ برؤية أخبار سلبية كبيرة وممكن حتى رؤساء دول ودول تتمنع العملات الرقمية المديلة المهم سننهي الحلقة هنا بخصوص كل هذه الآراء التي ناقشنا فيها هي آراء نتخصنا ما لديه أي تساؤل أو فكرة يطرحها لنا في التعليقات شكرا على وفائكم على دعمكم دمتم في العيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر